موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة نطالع وإياكم أهم ما تقوله الصحافة والمواقع الإخبارية اليمنية في الصحف العربية والمواقع الإخبارية كل يوم نبدأ من التغيير نت جاء في صفحتي الرئيسية الحكومة اليمنية تصدر توجيهات عاجلة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في حضر موت قال الموقع أيضا إن الحكومة وجهت الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة حضر موت برفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وباتخاذ كل التدابير اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الإرهابية وبالقبض عليها بصورة عاجلة وفي شأن المفاوضات عنوان الموقع ولد الشيخ يكشف السقف الزمني المحدد للمفاوضات ويقول بأن الفترة لن تطول كثيرا قالت التفاصيل نقلا عن المبعوث الأممي لا يوجد هناك سقف زمني محدد لمفاوضات الأطراف اليمنية في الكويت مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تطول فترة المفاوضات كثيرا وأضاف ولد الشيخ أن مشاورات الكويت فرصة تاريخية للأطراف اليمنية من الصعب تكرارها من موقع يمن مونتر نتابع إحدى الموضوعات عنوان الموقع عن أسليب مروعة يستخدمها الحوثيون لانتزاع اعترافات من المعتقلين اعترافات زائفة من المعتقلين ونقل الموقع شهادة من أحد المعتقلين المفرج عنهم إنهم تعرضوا لعملية ضرب بأصوات غريبة وهروات يضيف لقد تم تخييرنا بين الاعتراف بأننا إرهابيون في تقارير مصورة تبثها قناة المسيرة مقابل الإفراج عنها أو البقاء في السجن تحت آلة التعذيب قبل أن ندفع مبالغ مالية كبيرة كفدية لخروجنا ونقل الموقع عن المحامي والناشط الحقوقي فيصل المجيدي عدم قانونية الاعتقالات والاختطافات كونها تمت من جهة ليست مخولة بذلك دستوريا وقانونيا وباعتبارها سلطة أمر واقع بعد انقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دوليا ولفت المجيدي إلى أن هذه الاعترافات تأتي في سياق انقلاب عسكري على سلطة شرعية ودستور اليمني وقوانين الإجراءات الجزائية تحضر الإكراه المادي والمعنوي وبالتالي فلا يوجد أثر قانوني لهذه الأقوال مستقبل اليمن رؤية إيرانية تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقالا ونشره في يمن مونتر وقال في أجزاء صغيرة منه جنوبا تبدو إيران مطمئنة تماما لتلك الجهة التي تعمل فهي كما تظهر مرتعبة من حديث وجود أمريكي جنوبا حتى ولو كان بأعداد قليلة فحتى لو حدث انفصال ستعود ميليشياتها التي تدربت على يد الحرس الثوري في إيران وفي الضاحية الجنوبية للبنان حتى ولو كانت تعمل الآن بمعية إحدى دول التحالف العربي ومظهرة تفاعلا وولاء منقطعا لها فعلاقة إيران بتلك الميليشيات ورموزها التحررية مرتبط منذ ثمانينات القرن الماضي عندما وقفت تلك الرموز مع النظام الإيراني وزودته بالنط لمواجهة صدام حسين وهو ما تبادله طهران برد الجميل والذي ظهر سريعا بفتح السفارة الإيرانية في عدن لأحد أطراف الحرب الأهلية عام 1986 وما زالت تلك العلاقة نقية ومستمرة سواء في لبنان أو بدعم لا محدود بالتدريب والتسليح الذي تزايد بعد 2011 وهو ما أكده أمين عام الحراك الجنوبي قاسم عسكر بذهاب المئات إلى إيران لتلقي التدريب في حديث لصحيفة وول ستريت كورنال في يناير 2013 وكشفه القيادي في الحراك الجنوبي عبد الفتاح جماجم في مقابلته الصحفية لصحيفة الجارديان البريطانية عام 2012 بعد عودته من إيران ولقاء على الجزيرة نت في يناير 2014 من ناحية شيعية تنظر إيران إلى أن وجودها في اليمن هي أوامر من المهدي المنتظر المختفي في السرداب من أجل التمهيد لخروجه بالوقوف مع اليماني في اليمن والسفياني في سوريا فيظهر اليماني ويقتل قريش ببيت المقدس وعلى يديه تكون الملاحم لذلك لم تتخلى إيران عن وجودها في اليمن ما لم تتواجد دولة قوية قادرة على بسط نفودها وسلطة قانونية قادرة على حماية هويات شعبها الفرعية التي تتعايش منذ قرون عدة وحزم عربي وخليجي قادر على حماية نفسه من تمدد الهلال الفارسي أكثر إلى موقع الموقع والذي جاء في صدر صفحته الأولى اللواء الطاهري يقول لا يوجد حل في اليمن سوى الحسم العسكري وينقل الموقع النائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اللواء ناصر الطاهري إن الحل في اليمن يكمن في الحسم العسكري وقطع ذيل الأفعى في صعدة في إشارة إلى ميليشيا الحوثي التي تتخذ من صعدة معقلا لها واستبعد الطاهري جدوى التحاور والتفاوض مع ميليشيا الحوثي مؤكدا أن الخيار العسكري واستخدام القوة في إخضاعها وانتزاع السلاح منها هو الأجدى لحسم الوضع معها كاشفا بأن هذا الأمر تم طرحه لقيادات التحالف العربي ومناقشتهم بذلك وأشار الطاهري إلى إلى عدم التزام الميليشيا بالاتفاقات التي تبرم معها وكشف بأن الميليشيا وقعت على 12 بند في الحرب الرابعة و14 بند في الحرب الخامسة و16 بند في الحرب السادسة لكنها لم تنفذ أي بند من كل تلك الاتفاقات من العنوين التي جاءت وقفة احتجاجية لأكاديمي جامعة صنعاء تضامنا مع زميلهم المختطف لدى ميليشيا الحوثي حيث نفذت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلهم الدكتور علي الأشبط أستاذ التاريخ المساعد بكلية الأداب جامعة صنعاء إلى موقع مصدر أونلاين جاء في صفحته الأولى ولد الشيخ يقول حان وقت الخيارات الحاسمة لتحديد مصير اليمن في مشاورات الكويت عنوان آخر مصدر عسكري ينفي للمصدر أونلاين وصول تعزيزات للتحالف إلى مأرب حيث قال الموقع نفى مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة وصول أليات عسكرية قادمة من السعودية خلال الأيام الماضية أكد المصدر أن المعلومات التي نشرت بهذا الخصوص غير صحيحة وقد كانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت هذه الأخبار عن وصول مئات الأليات العسكرية من السعودية إلى مأرب قبل يومين عنوان آخر أسبوع بلا طعام الصحفيون العشرة يسربون وثيقة تعرض أسباب إضرابهم عن الطعام وقال الموقع إن الصحفيين المختطفين سربوا مخطوطا يعود إلى 9 مايو نعم أول أيام الإضراب حيث حملوا الحوثيين وإدارة السجن المسئولية عن حياتهم وفي رسالتهم قال الصحفيون إنهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وإعادة التحقيقات مما دفعهم للاحتجاج والإضراب عن الطعام عنوان آخر للموقع الملك سلمان والجون كيري يبحثان الحاجة إلى تثبيت وقف الأعمال القتالية في اليمن قال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير جون كيري بحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تطورات الشأن اليمني ومشاورات الكويت التي ترعاها الأمم المتحدة ذكر البيان أن الطرفين بحثاء الحاجة إلى تثبيت وقف الأعمال القتالية والدعم المشتركة لمواصلة مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة عنوان أخير للموقع تجدد المعارك في منطقة يعيز شمال الضالع بعد خرق الحوثيين وقوات صالح للهدنة سأعود ومع اليمن تحت هذا العنوان كتب أحمد الرافعي مقالا عن أحد الجنود في الجيش الوطني خلال رحلته في الدفاع والبحث عن الدولة اليمنية المنشودة والتي تواجه الأخطار التي يواجهها الجندي في إحدى جبهات القتال وقال الكاتب في مأرب وعلى رأس جبل هيلان الذي كلف مع كتيبته بحراستها افترش رفيقنا بساطه النحيل واستلقى على مجموعة من الصخور المستوية وصنع لنفسه من الأردية البالية وقاء من حر الظهيرة حملها على عكازات شائخة تلمع حبات رمل الصحراء والجبال الجرداء يتسبب فيها العرق وبجواره تأخذ بندقيته قيلولتها آه يا مأرب يا صحراءنا التي يخضر من كفاحها قلب اليمن فتح هاتفه يقرأ ما أرسلت له زوجته كان مشغولا عنها بالأمس في صد هجمات الحوثيين التي اشتدت ضراوتها منذ أعلن عن بدء الهدنة مضت خمس دقائق الأمس محملة بالتوتر والصبر ولوازم الكفاح وحملت على أكتافها خمسة من الشهداء وأحد عشر جريحا من جبهة المقاومة لا يدري كم قضى نحبه من الجبهة المقابلة لكنها بالتأكيد تفوق قتلاهم وجرحاهم عددا هل يليق الفخر والتباهي بنصر سقطت فيه دماء يمنية؟ أحس بمرارة من رحلوا الذين كان لهم وبلا شك زوجات يخرجون سوية إلى البيداء في الظلام وعلى ضوء القمر يفترشون مائدة الحب والشوق ويشربون كؤوس اللهفة وراء كل قتيل قلوب تنتظر عودته بفارغ الجزع الشمس تصب جام غضبها في هذه اللحظات وتتلون الصحراء بلون العذاب ويخلد الجميع إلى السلام وهو سلام تحتضن ساعاته كل تجهيزات حرب الساعات القادمة ما زال ينتظر تغطية الموبايل ليصل خط الإنترنت الإنترنت هو النافذة الوحيدة التي يطل بها على أهله لمحى على الجوار رفاقه الموزعين على الثكنات والثغور وأسلحتهم تلمع على رائحة الشمس وهناك في الأفق تتراقص صور الجبهة المقابلة ودباباتها مرصوفة على أهبة الاستعداد تنتظر شارة القصف تلك الدبابات التي اشتراها الخصم من قوت الشعب ههي ترمي الآن باللهب المستعر وتشق طريق العودة للخائبين إلى فاصل قصير مشاهدنا ومن ثم نطالع وإياكم الصحف العربية في أعدادها اليوم فابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة المشاهدين نصحبكم لجولة الصحفة العربية في أعدادها اليوم البداية من الصحف الكويتية قالت صحيفة الرأي ولد الشيخ لليمنيين يقول المشاورات فرصة لن تتكرر ومحكمة التاريخ لن ترحم وزير الخارجية الكويتي التقى بالوفد الحكومي ونائبه التقى بالحوثي صالح تقول الصحيفة الكويتية نقلا عن المبعوث الأممي ولد الشيخ إن مشاورات السلام اليمنية في الكويت مستمرة مؤكدا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودولة الكويت يضعون كل الدعم السياسي واللوجستي والديبلوماسي لمساعدة الإطراف اليمنية في مشاورات السلام على التوصل لاتفاق سلام يضع حدا للصراع الدائر في اليمن ولفت إلى أنه تم وضع هيكلية عملية ضمن إطار استراتيجي لحفظ الأمن وإعادة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي هناك اتفاق على نقاط محددة ولا شك أن التطبيق يتطلب الكثير من التماعن والتخطيط وتبقى الضمانات هي سيدة الموقف تساءل ولد الشيخ هل سيستمع المشاركون في الجلسات لصوت 25 مليون يمني ويمنية يطالبون بالسلام أم سيلجأون إلى 25 مليون مبرر لعرقلة المسار وهل سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية بتأمين حقوق المواطنين والمواطنات في اليمن أم سيعمدون إلى إبقاء الحال على ما هو عليه مؤكدا أيضا أن المرحلة دقيقة وحان وقت الخيارات الحاسمة وتحديد مصير البلاد إلى صحيفة البيان عنوانات الشرعية تنفي الموافقة على حكومة مع الانقلابيين وتقول الصحيفة مصدر مسؤول في الوفد الحكومي ينفي حدوث أي توافق مع وفد ميليشيات انقلابية لتشكيل حكومة توافقية وتنتقل الصحيفة للحديث عن المبعوث الأممي لليمن والذي أكد أن الأيام المقبلة مصيرية لليمن ومشاورات السلام اليمنية مستمرة وتبعت الصحيفة أن ولد الشيخ أحمد أبدى تفاؤله بالتوصل إلى حل مقرا في الوقت نفسه بوجود نقاط صعبة ومعتبرا أن التنازلات مطلوبة من الجانبين للوصول إلى حل سياسي واضح ومن عنوين الصحيفة الإخفاء القصري سياسة يتبناها الانقلابيون ضد المعارضين صرى ضروريا إنقاذ مفاوضات اليمن وتحت هذا العنوان كتب غانم النجار مقالا في الجريدة الكويتية وقال الكاتب مضى أكثر من شهر على بدء المفاوضات اليمنية في الكويت وحسنا فعلت الكويت باستضافتها المفاوضات فعلاقتها باليمن خاصة جدا وتحركها على أعلى مستوى له دلالاته الطيبة وفي كل الأحوال سواء نجحت المفاوضات أو تعثرت فالكويت تضيف إلى رصيدها إضافة مهمة ليست جديدة عليها والشهر في حسابات تفاوض صعبة مدة ليست طويلة طول المدة أو قصرها لا يقاس بالرغبات والاتهامات المتبادلة إعلاميا فمن يصغي إليها لن ينتهي إلا إلى الإحباط المدة تقاس بالإنجاز على صعيد مسارات التفاوض وانعكاساتها على الأرض وفي هذا المعيار فإن المدة معقولة ولكنها بحاجة إلى الضخ المزيد من دماء الإنجازات حتى اللحظة وبعد مضي أكثر من شهر في لقاء بين أطراف لا تثق ببعضها تم ترتيب وقفا لإطلاق النار وتحديد معالم إطار التفاوض وفي حالات النزاع المسلح فإن نقطة الانطلاق لإنجاح التفاوض تبدأ بوقف كوري لإطلاق النار وقد حدث هذا وإن كان يعاني بعض الإختلالات النظرة الدونية للمسار الإنساني دليل على فهم غير دقيق لتقنيات العملية التفاوضية ففي حالات النزاع المسلح الصعبة يصبح المسار الإنساني هو المسار القائد ليس لأنه الأكثر أهمية فحسب ولكن لأنه الأسهل حلا فالنجاح الذي سيحققه المسار الإنساني سيكون بمثابة قاطرة تجر وراءها المسارات الأخرى فتدعم إجراءات بناء الثقة وتعزز فتح الجبهات والمعابر لحركة الناس الطبيعية ومرور القوافل للمساعدات الإنسانية والإغاثية هناك إشكالية أخرى تعيق التفاوض وتتمثل في عدم الوصول إلى نقاط اتفاق بحجة ضحف التواصل مع القيادة العليا ولذلك فإنه رغبة في التقاط الأنفاس وخشية من إعلان فشل مفاجئ بسبب تصريح هنا أو تصريح هناك في أجواء إعلامية محتقنة ورغبة أطراف متنوعة في إفشال مفاوضات فإنه صار ضروريا الإعلان عن انتهاء الجولة الأولى وإعطاء المفاوضين فرصة جيدة للتشور والعودة بعد شهر رمضان برؤى أكثر وضوحا وتحديدا نشاهدين إلى صحيفة العرب الجديد والتي تابعت إحدى الموضوعات الهامة في الجانب الاقتصادي عنوانة الصحيفة 22 عاما ترسخ السوق اليمنية كدكانة للسلع المستوردة تقول الصحيفة إن اليمن نهاية العام 94 تقدم بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكإجراء تفاوضي فتح أسواقه بطريقة غير مدروسة وظل يفاوض طيلة 19 عاما دون أن يستغل هذه المدة الزمنية في تحسين جودة منتجاته وتعزيز قدرتها التنافسية وتتابع الصحيفة هكذا تراجع أداء القطاع الزراعي حيث كان في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي يسهم بـ 40% من الناتج القومي وظل ينمو بالاتجاه السالب لتصل مساهمته حاليا إلى 10% ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التدهر جاء بفعل الإجراءات التي قامت بها الدولة من فتح أسواقها أمام المنتجات المستوردة التي أغرقت السوق دون توفير الإجراءات الحمائية للمنتج الوطني وبناء قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة وتنقل الصحيفة عن أحد خبراء الاقتصاد قوله للعرب الجديد إن اليمن بعد أن أصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية باتت أمامه الكثير من الفرص للاستفادة يجري في اليمن التعييس تحت هذا العنوان كتب محمد صالح المسفر أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر مقالا وتحدث فيه عن اليمن وقال الكاتب في أجزاء من المقالة يجري اليوم في الكويت التحايل والمكر السياسي للدعوة إلى اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى لاستصدار قرار جديد يعطي للباغين على السلطة الحق في تمكينهم من القول الفصل في شأن مستقبل اليمن من دون تجريدهم من السلاح وانسحابهم من مؤسسات الدولة والمدن والأرياف وعودة السلطة الشرعية وهناك طرف ثاني في تعاسة اليمن وهم الداعون إلى الانفصال عن الوحدة اليمنية وانشغالهم بملاحقة المواطنين بغية إخراجهم من المحافظات الجنوبية وإعلان الانفصال عندما يتمكنون من ذلك غاب عن هؤلاء في تقدير الكاتب أن الشعب اليمني شماله وجنوبه ثار على النظام السابق وأسقطه سلميا بغية إعادة الحق إلى نصابه بإقامة دولة يمنية موحدة قوية تحقق العدالة والمساواة لكل اليمنيين وتصحح كل أخطاء النظام السابق وجرائمه بحق الشمال والجنوب وفيما الحرب ما برحت تدول رحاها في كل البلاد والمعركة السياسية في الكويت محتدمة قاد مدير أمن عدن شلال شائع المعين من رئيس الدولة الشرعي ترحيل مئات المواطنين المقيمين في عدن ومحافظاتها بالقوة والإكراه ثبت أنهم من أبناء شمال اليمن الملاحظ أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا رهيبة على المملكة العربية السعودية بصفتها قائدة التحالف العربي في اليمن وهما شركاء في محاربة الإرهاب لكنها تمتنع عن تزويد الجيش اليمني والحركة الوطنية بأسلحة نوعية وتمنع بعض دول التحالف العربي من تزويد الجيش اليمني بالسلاح النوعي وترفض تزويد قوات التحالف بقوات خاصة بينما تفعل ذلك في حضر موت كنت وما برحت أدعو إلى تكتيف الأعمال العسكرية من التحالف العربي بهدف تحرير تعز وبقية المحافظات التي ما زالت تحت نفوذ التحالف الثنائي قبل فوات الأوان وكثرت الضغوط وتغيرت قواعد اللعبة خسرنا العراق وخسرنا سوريا بأسباب التردد والتأني وأخشى نخسر اليمن ونكون بين فكي الكماشة من الشمال والشرق ومن الجنوب وكما عودناكم مشاهدين فقرة الكاريكاتور فلنشاهد سويا ما رسمت الفرش السياسية اليوم موسيقى 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 موسيقى